الكلام اللي احنا هنقوله دلوقتي قلناه قبل ما المباراة تخلص يعني ما لهاش علاقة بنتيجة المباراة سواء لقدر الله بعد ألف شر منتخب خرج أو متأهلش يعني احنا كده هنلعب مطش تاني لسه مش عارفين مع مين سواء نلعب ثالث وربع أو نتمنيها ان شاء الله تكون مباراة نهاية كسبنا أو خسرنا الكلام واحد لأنه مرتبط بتحليل أداء وتحليل أداء أرقام وده طبعاً يتميز فيه ضفنا النهاردة اللي مش عارفنا في السادسة شريف سالم محل الأداء مساء الله خير يا شريف سألنا بسألنا تابعة الشوت الأول وشوية من الشوت التاني صح؟ اه طيب خليني قبل ما ادخل في تونس ويمكن هنستنى نتيجة المباراة ونشوف بقية الشوت التاني هيمشي ازاي عشان يعني نتكلم بأريحية أكتر خليني أخد منك تقيم عام لمشوار المنتخب في بطولة كاسة العرب ازاي شفته أهم الإيجابيات وأبرز السلبيات اعتقد احنا يعني من بداية البطولة احنا مستوى بتاعنا فيه تدرج تصاعدي كان عندنا مشاكل كبيرة جداً ويمكن كان عندنا مشاكل أكبر في الفترة بتاعة أفريقيا رجعنا منها كان المشاكل بدأت تقلي شوية الاختيارات عندنا كمان يمكن فيها مشاكل شوية أساساً أساس كلامي معاك النهاردة هيكون في الاختيارات لأنه يبدو أن الرجل بيشوف حاجات تقريباً محدش شايفة يعني أنا قابلت كتير من الخبراء والمحللين ونجوم الكورة اللي لعبه كورة كتير وشاركه مع منتخب مصر ولعبه مع عندية وحققه بطولاته على المستويات مختلفة ودربه في نفس الوقت محدش فاهم على أي أساس الرجل بيحدد اختياراته سواء الأسماء اللي تنضم للمنتخب أو سواء الأسماء اللي بتشارك بشكل أساسي فأنا دفع أنت عايز أتكلم معاك على اختيارات الرجل أنت طبعاً بما أنك أنت محل أداء ممكن تقول لنا والد يبقى فيه منطق أو الرجل عنده أسباب مقنعة جداً للاختيارات اللي معي لا هو فيه أمور مش مقنعة طبعاً يعني فيه أمور مقنعة 100% لكن فيه أمور تانية لا مش مقنعة على الإطلاق منها مشاركات بعض اللعيبة في بعض المراكز المختلفة ومنها مشاركات بعض اللعيبة حتى في مراكزهم ومش بيقدوا أحسن حاجة والإصرار عليهم يعني هي الفكرة في الإصرار يعني مثلاً أنا بالنسبة لي لو أنت فيه حاجتين بيحصلوا في المنتخب عكسة بعض إحنا بنقول إحنا بنجرب وفي نفس الوقت بنقول لا مش بنجرب إحنا بنجرب 4-3-3 بس خلاص واضح أن الرجل المستقر على 4-3-3 وهيشارك بيها خلاص أوكي جواهد لا أنت أرى إن دي طريقة التي تشاطر فيها وما أن تستطيع تطلع بيها بأحسن نتائج وليس الطريقة التي تسمح لإمكانيات لعبة المنتخب أن يصل لأهدافه أليه؟ هو ممكن يبقى شاطر في هذه هذه الخلاص لكن اللعيبة لم تسمح لليس أمكانيات اللعيبة مستويات اللعيبة لا تسمح لليس في هذه اللعبة هذا هو ما أكبرنا من دي واي أنت أصلا في بلد لديها مشاكل في حتة الأ 8 اللعيب التمانية أصلا عندك مشاكل في المكان فأنت مصر من الأول تلعب بأثنين يعني إذا بصنا على الثلاث فرق المهمين في الدور المصري هنلاقي أهلي زمالك بيراميدز الأهلي عنده عمر السلية وتقريبا البديل بتاع عمار حمدي لسه يعني بيبدأ ياخد دائل لعب عشان يدخل في المباراة أو يدخل في المباراة يعني ضيف على كده مثلا الجزء الثاني فرقة الزمالك هي أصلا بتلعب بالعيب ما بيلعبش مركز ثمانية اللي هو أمام عشور ويمكن كان هو أكبر مشكلة في مباراة الكمة اللي انتهت خمسة ثلاثة نروح لفرقة بيراميدز هنلاقي أصلا اللي بيلعب مركز ثمانية هو العيب محترف الكارتي فأصلا أنت جاي في مكان أهم ثلاث فرق في اختياراتك أهم ثلاث فرق دول عندك أصلا فيهم مشكلة كبيرة في مركز ثمانية فأنت قررت أن تلعب بأثنين مركز ثمانية الأثنين اللي أنت بتلعب بيهم مركز ثمانية أنت دايما بتختار لاعب ما بيلعبش أصلا مركز ثمانية زي مثلاً اختيارك لمصطفى فاتحي اللي أخرك في مبارات الجزائر لمدة تقريباً 12-15 دقيقة مختفي تماماً تشبح في الملعب بالنظر على مصطفى فاتحي مش موجود مصطفى فاتحي لمدة 12 دقيقة لحد ما تعد الطريقة ويرجعنا لعبنا به حسين فيصل مكان مصطفى فاتحي كانت مشكلة كبيرة جداً برضو نفس الكلام بالنسبة للزيزو في مبارات الأردن تلت تصويبات على المرمى تلت تصويبات خطيرة جداً فرقة الأردن عاملة خمس تصويبات في أول نصف ساعة الخمسة صحيحة ليه؟ عشان اللاعب عنده المساحة والوقت علشان يقدر يصوب بشكل كويس لما اللاعب كان عنده مساحة ووقته وصوب بشكل كويس كانت كور خطيرة على المنتقى بمصر فبرضو نفس الكلام بالنسبة لنفس النقطة ليه اخترت زيزو؟ لما اخترت زيزو في المكان ده احنا لما رحنا أصلاً بصينا على الخريطة الحرية بتاعت زيزو وعلى البول تاتش بتاعه وقدي ايه وفين؟ لعيب لينير كأنه بيلعب جناح انت جايب لعيب وهنا احنا مش بنقطع في زيزو ولا بنقول انه مش كويس لكن بنقول ان اللاعب ده بقاله أكتر من سنة ونص بيلعب في مكان والمكان ده بيلعب على الخط فانت جيبته لعبته في قلب الملعب جربته في مبارات السودان وما كانش بيقدي أحسن حاجة اه انت كسبت خمسة في المباراة لكن لما نيجي نبص على أداء زيزو كلاعب لعب مركز ثمانية ما قداش كويس جيت انت لعيب تبيه بعد كده في مباراة الأردن طيب احنا لما رحنا لمباراة الأردن وتفرقنا على التصوبات بتاعة الأردن كلها من البوكت أو من الزون بتاعة زيزو ليه؟ لان الرجل مش عارف يرجع يغطي فين لان اللاعب اللي بلعب على الخط لما بيرجع يغطي بيروح يجري على الكورة لكن اللاعب بتاع قلب الملعب أو اللاعب السنتر متفيلدر أو الديفندر أو الديفنسف متفيلدر لما بيرجع بيرجع على الزون فانت جيبت العيب بيرجع على الكورة خليته يرجع على الزون فبقى طول الوقت بيرجع على الكورة فطول الوقت المساحات اللي في ظهره فاضية فالمتخب كأنه بقى بيلعب باتنين بس توظيف التوظيف فانت هنا بتجيب زيزو اللي أنا بعتبره من اللاعب الأجناحة الكويسين هو ليس الأهم في الدور المصري في أجناح أقوى من زيزو وهو الرجل سبه ورح يختار الرجل ده لكن ما بيلعبش جناح فانو ما باخدش منه مياه في المية ضيف على كده حاجات تانية بقى زي مثلا محمد شريف هداف الدوري وهداف أفريقي الرجل بيلعب جناح طب هما بلعاش في الأهلي أصلا يعني هو في الأهلي ما بيلعبش جناح يعني في الأهلي مش الاختيار الأول في المكان ده ولعيب لو أنت بتعتمد على زاكرته في المكان ده فاللعب آخر مرة اللعب المكان ده كانت من سنتين ونص أو من مسمين تقريبا له هو السؤال أنت علي أساس قررت توظفه هنا يعني شفته فين بيلعب دي فأقنعك أنه يلعب جناح فضميت له منتخب مصر في دجلة قبل ما يجي الأهلي كان بيلعب جناح لأ أنا بتكلم على كارلوس كيروش رجل جي من مصر من شهرين أنت على أساس إيه شفت محمد شريف هو الجناح الشمال لمنتخب مصر معتمد بقى ممكن يكون اعتمد على التقارير بتاعت اللاعب أو اعتمد على فيديوز هايلايتس شافها لللاعب بس الفكرة أنه اللاعب ده كان بيلعب هو فيه احتمال أنه كارلوس كيروش يكون شاف تقارير مثلا لمحمد شريف لما كان بيلعب في أمبي مثلا أو كان بيلعب في دجلة هو لما كان بيلعب في أمبي قبل نهاية الدور الأول كان بيلعب جناح أيوة مع نهاية الدور الأول والدور الثاني كله بيلعب في رود أيوة هل هو فيه احتمالية أنه الرجل يكون شاف تقارير لما كان محمد شريف بيلعب في أمبي جناح معتقدش وحتى لو حصل ده يبقى كارسي يعني لو انت بتحكم على لاعب في مركز كان بالعوم من سنتين مش شايفه دلوقتي ومش شايف ماتشاته لايف مع الاهلي ومش شايف انه هداف الدولي المسلم اللي فات وهو راس حربة برضو تبقى كارسي